حيث اعترض اهالي مدينة دراو في اسوان على قرار رئيس الوحدة المحلية الذي يقضي بفتح شارع جانبي موازن لشارع البنوك خلف العمرات السكنية وقال لها لان ارض هذا الممر او الشارع المزمع فتحه هي حرم لثلاث مدارس وملاسق لابوابها ما يمثل خطورة على حياة التلميذ بسبب التوك توك والسيارات في حين اكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة دراو ان فتح الشارع ضروري للقضاء على الاختناقات المرورية والتي تلقي بظلالها على طريق مصر اسوان الزراعي واضف ان شوارع مداخل ومخارج المدينة لا تستوعب الحركة المرورية بشكل كافي لذا تقرر فتح هذا الشارع للقضاء على الاختناقات المرورية